بالمناسبة يعني وبمناسبة الفلوس اللي بتتريمي على الأرض والدولارات اللي بتتريمي على الأرض طبعاً أنتم بتابعين الحكاية بتاعت روي فيتوريا أو اللي مش متابع أحكيها لك من طقطق لسلام عليكم أحكيها لك بالتفصيل الممل روي فيتوريا لما خدنا قرار بعد كاسل عم الأفريقية أنه يمشي تعرفين عقاد روي فيتوريا كان لحد 2026 لحد ما بعد كاسل عالم فإحنا قلنا إيه لا مش عايزينك تكمل معانا أنت ما قدمتش حاجة لمنتخم مصر ومش عايزينك ماشي براحتك كمسؤول براحتك طيب إيه أخبار الشرط الجزائي يا جماعة في العقد عشان لما نمشيه ما نشيلش فلوس كتير قالك ثلاث شهور ساعتا إحنا قلنا إيه لو تفتكروا ثلاث شهور ده كتير قوي يا جماعة ما كان كفاء شرط الجزائي شهر من راتب بتاعه أو شهرين بالكتير ثلاث شهور هم معوني فقلنا إيه مش مشكلة يمشي وخلاص يمشي وخلاص إحنا عايزين بقى مدرر مصر كبت حسن حسن يجيه وإيه ويحل الحكاية مش الراجل وقبل ما يمشي قلنا له هندفع لك الشرط الجزائي التلاث شهور بس لو سمحت يا فيتوريا لو سمحت هندهم لك على ثلاث شهور يعني كل شهر هنبعت لك أكد أنك بتاخد الراتب بتاعك على ثلاث شهور مش هندهم لك مرة واحدة فالراجل زوقيا قال لنا إيه ماشي مش مشكلة أنا حبيت مصر وشربت من نيلها وزورت أهرامتها وشعبها الجميل العظيم دوت وأنا مش عايزة أعمل مشاكل مع البلد الجميلة دي ومشي الراجل بعد ما مشي طبعا أنتوا فاكرين مسؤول اتحاد الكرة طرقوا قالوا إيه قال لك لأ ده فيه بنوت في العقد بتقول إنه الراجل ملوش شرط جزائش وفيه فصلة وبين الجملة والجملة وقعدنا نعمل حكاوي واصطدار راح للشؤون القانونية والشؤون القانونية هتقول مش عارف إيه وعندنا إيه نشوف لها مخرج إنه إحنا ما ندفعش الثلاث شهور الشرط الجزائش فطبعا بدأ روي فيتوريا ومحاميه يهددوا باللجوء للفيفا فاكرين الكصص دي لما قلنا وبعد كده طلع مسؤول اتحاد الكرة قال لك إيه لا إحنا خلاص بعد ثلاث شهور بقى إحنا حلنا الأزمة وبعدنا فيتوريا الثلاث شهور مرة واحدة اللي هو الشرط الجزائش طب الحمد لله خلصت الحكاية لا ما خلصتش ليه بقى عشان إحنا ملوك الفهلوة والنصاح أنا أسيبها هتعدي كده هو أنا هديك التلاث شهور الشرط الجزائي وإنت أصلا ما عملت ليش حاجة تم هم في العقد لا بس أنا مش طيقك فأنا هنقصهم شوية فراحة فراحة اتحاد الكورة بعت للراجل الرقم منقوص حوالي 80 ألف دولار ليه علاقة بقى إيه بحسب اتحاد الكورة يعني إنه دي كان فلوس خدها في المؤدم العقد ولا خدها مصاريف مش عارف إيه وهو كان طريب مصاريف المحامي بس كصص يعني مهم ما إحنا دفعنا له 420 ألف دولار بس جينا على 8 ألف دولار وقالنا إيه لا ما يخدهمش مني كده إيه ويدحك علي مش هدهم لك فالراجل فيتوريا أو محامي تحديدا مش فيتوريا كمان عشان أحكي لك كصة فيتوريا دي بعد شوية محامي قالك لأ وإنت عايز تشتغني طب تعليلش تعليل راح قال وهد اتحاد الكورة أو طالب من اتحاد الكورة لأ بما إن مفيش مخالصة ودي برضو صغرة عندنا كبيرة قوي إنه إحنا نالوا الثلاث شهور الشرط الجزاء بس ما عملناش مخالصة إنه خلاص إحنا ما بقاش فيه عقد بنا وبين بعض بما إنه مفيش مخالصة فإحنا بالنسبة لنا كمحامي فيتوريا وفيتوريا وكأن العقد لسه ساري ولو أنت فسخته أو جبت مدير فني علي أنا لسه مدير فني المنتخم مفيش مخالص جبت مدير فني علي فكده أنت أصبحت فسخت العقد معايا بشكل تعسفي فالثلاث شهور الشرط الجزائي دول هعتبرهم إنه هما قلت بالثلاث شهور اللي فاتوا أكني كنت قاعد معاك لسه ممشتش وعايز بقى الشهور اللي جاية لحد 2026 وما فيش ورقة تثبت إن منتخم مصر أو اتحاد الكرة فسخ العقد مع فيتوريا وبالتالي أنا مدرب لمنتخم مصر والثلاث شهور اللي أمه بعتهمني دول دول ثلاث شهور الرواية بقى الراتب بتاعش يا حبيبي دول شرط الجزائي لا يا حبيبي احنا اتفقنا ما كنا اتفقنا بس إتتوا رجعته في اتفاقك وأنا كمان رجعته في اتفاقش طب فين المخالصة؟ ما فيش مخالصة أنا عايز عقدي لحد نهاية مدته في 2026 طيب لحد نهاية أو عفوا لحد شهر ستة أو شهر سبعة أو شهر سبعة أو ستة عشر اللي هو مفروض بعد نهاية كاس العالم المفروض فيتوريا ياخد مننا كام انتوا عارفين إحنا إيه؟ حبيبي نلعب معاه في حوالي 80 ألف دولار هو بقى فيتوريا ومحامي بيلعبوا معنا في كام دلوقتي؟ أربعة ونص مليون دولار يعني حوالي 220 مليون جنيه وأكتر فيتوريا المفروض ياخدهم مننا قولي بقى في الحكاية دي هتحاسب مين؟ ما هدي تحديدا ده أنا هقعد أسرخلكو هنا ده الفلوس دي لو طلعت من من اتحاد الكورة من بلدي هنا بالهزار والضحك ده أنا مش هقدر استحمل ده أنا 50 ألف دولار للأهل دفعهم من كام يوم عشان الحكام الأسبان اللي ما جم زروا الأهرامات ومشوا لحد الوقت حرقيني هتدي للراجل 4.5 مليون دولار دي تبقى مصيبة سودة طيب كلمة انت بتسودة علينا ليه؟ كلمة نشوف حلول الحل واضح وسهل مسؤوله اتحاد الكورة المحترمين اللي بيخافوا على بدهم زي وزي كل الناس بسرعة اتصالات بمحامي فيتوريا وفيتوريا نفسه ولو هو قاعد في آخر الدنيا مسؤول من عندنا يروح ليسفد له ويتفوض معاه ويقول له معلش ده كان سوء فهمه احنا كنا عندنا أمور إدارية هاي اللي من لغبطة الدنيا بس تعالى نحل المشكلة عشان بحسب معلوماتي روي فيتوريا ده راجل محترم فيه مدربين أجانب بيجو مصر يتعارفين في أندية ومنتخبات بيجي استنزفك وخلاص روي فيتوريا لأ روي فيتوريا تدايق من الموقف اللي اتعامل من اتحاد الكرة فاكرين طبعا اللي احنا عملنا مع كيروش ولففنا حوالي نفسنا وساعتها كيروش نصع فيتوريا قبل ما ييجي وقال له خد بالك ففيتوريا دلوقتي ممكن يجيب لنا احنا كاتحاد كرة القديم والجديد ياخد حقه وحقه كلس كيروش فلو سمحتم عشان خاطر بلدنا دي فلوسنا يا جماعة ما تستسيلوش قوي كده يا جماعة وبعدين حد يقول لك ايه مصر اتحاد الكرة الحالي فاضله كم شهر وهيمشي وييجي بقى اللي بعده ويبقى هو اللي يشيل الكص احنا نظر الفلوس دي بتاعت جمال علام ولا هانيا بوريدة ولا سامير زاهر ولا يرحمه طبعا كابتن سيلا انا بقول لرؤساء اتحاد الكرة يعني ولا عصبه عبد المنعم هدي فلوس اي حد مسؤول في اتحاد الكرة دي مش مسؤول دي مش فلوسه دي فلوس بلدك دي فلوسك ادارة الكرة في مصر مش بالتفاهة وبالسهولة دي نتعامل مع الامور لو سمحتم سهل يعني قالوه فيتوريا عايزو ان نقعد معاك مش بفاكسات واملات وتليفونات انا جايلك تقعد فين قعد في البرتغال انا جايلك بكرة انا حاجز طيرة وجيلك بكرة هتكلفك كامل سفرية عشرين تلاتين اربعين الف جنيه قدام اربعة ونص مليون دولار سافر سافر روح اقعد وتفاوض اشتركوا في القناة